ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بل متزوجة حديثا عمدت على انهاء حياتها حيث عطر عليها جثة هامدة في احدى غرف منزلها وقد شكلت الواقعة صدمة في صفوف اسرة ومعارف الهالكة خاصة وانها تزوجت قبل بضع اشهر من اقدامها على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية هذا وقد انتقلت مصالح الوقاية المدنية فور اختارها الى مكان الواقعة حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بمدينة شفشاون لاجراء تشريح طبي لتحديد اسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة فيما فتحت المصالح الامنية بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة الملابسات والظروف التي ادت الى هذه الحادثة المأساوية حسب المصاطر الجاربية العمل